أخبار اليوم الهان الريف هي محافظة المنوفية في 25-12 محافظة المنوفية مركز اسمه مركز 3 محافظة المنوفية مركز قرية صغيرة ضمن 42 قرية تخجلين حجمها القرية كلها 40 أو 10 تلاث فرق تخجلين مركز تلاث مركز تلاث يلعى 200 كم على القرية و15 كم على عاصمة المحافظة المنوفية مركز تلاث مركز تلاث كل القرية البعض ألف فتاك تزلع محصيل عادية ويتولد لأب الحقيقة كان اسمه محمد فاندي محمد فاندي في القرية الصغيرة كانت الحقيقة الجدة محركة العيلة كانت ستة حكيمة وكانت نفسها ابنها محمد فاندي هو أب أنور ليستعلم يمكن أن سألت مرة خطبة أو يمكن أن سألت حاجة عن العيلة فهذا أمل في ابنها كبير أنها سألتعلم فبتدت تودي كتاب شيخ عدي الحميد عيسى يخفز القرآن وبعد كده وديته محافظة كنولفية خمس شهادة الابتدائية علشان يبقى أول واحد متعلن في القرية للصبراء دي وياخده الابتدائية فتتسمى بأم الأفاندي بس تخصل الظروف إن جزء هيموت فيضطر محمد أفاندي ده إن هو يشتغل في أي شملانة علشان يبتدي يصرف على العيلة اللي كانت كبيرة محمد كان يتجوز ثلاثة اللي كان طبعا منهم أنور السادات أول مرة كان اسمها ستة البرين هي والت أنور السادات وإخواته طلعة وعسمة منفيزة وبعدين تجوز واحدة اسمها فبطوم ومجابش منها حد وجوز أمينة الوردي معاها منها تسعة سكينة وعفة وزينة وعيشة وعاضف عطر جلس نشرق في 73 وسهير وهدى وعزة كل العيلة دي مسؤولة عنها الجدة والأرض بضطر إن هو يشتغل فاشتغل هو كان متعلم فاشتغل كاتب في الجيش المصري والجيش المصري بساعتها كان مصر والسودان بلد واحدة فكان يشتغل في مستشفى كاتب باش كاتب في مستشفى تبع الجيش في السودان المهم كان يبعد الفلوس للجدة اللي كانت بتدير شؤون العيلة دي كلها وكانت معروفة حتى في القرية بالحكمة وكان بيستشموها في حاجات كسفة جيلة وكانت عندها حكمة فالمهم إن حلمها متحققش في ابنها فمتحاول إن تحقق الحلم ده في ولاد ابنها اللي هو كان أكبرهم أنور مطالعة فتبتدي تبعاتهم لكتاب الشيخ عبد الحميد عيسى علشان يتعلمه ياخد نفس المنهج بتاع أبوه بعد كده هياخد ابتدائية من المنوفية وبعد كده تحاول إن هو يدكل سنوي فابتدت تبعاتته في كتاب الشيخ عبد الحميد عيسى الحقيقة الشيخ عبد الحميد عيسى لأن أنور مختلف شوية عن الولاد التانيين ربنا كان نديله ذاكرة ويسأله وكانت ذاكي فكان قدر إن هو في خلال ثلاث سنين يحفظ القرآن كله تلاوة وتفسير كان بيروح له وعنه ممكن ثلاث سنين على قبل ست سنين كان مخلص حفظ القرآن كله كان كل الولاد كانوا يلعبوا ويزوابوا من الكتاب إلا هو أمر السادات كان بيقول أنا رايح لسيدنا ويروح ياخد اللوح بتاعه اللي كان بيكتب عليه كان زمن مفيش كراسة كان لوح كده أرجواز يكتب عليه ويروح لسيدنا يعلمه مش بس القراءة كان بيعلمه كمان من انضباط وكان بيعلمه السلوك وكان بيعلمه كل حاجة الشيخ عبد الحميد عيسى فضل السادات مرتبط به لدرجة إنه هو كان كل ما يحصل له حاجة يرجع البلد ويقابل الشيخ عبد الحميد عيسى فمرة كان سنة خمسة وسبعين يتوفى الشيخ عبد الحميد عيسى وكان ساعتها السادات قاعد مع رئيس مزراء فرنسا بيتكلمه في الحرب والسلام وعرف إن الشيخ عبد الحميد عيسى اتوفر أمر بالغدا للرئيس مزراء فرنسا ويركب الطيارة راح دخل الشيخ عبد الحميد عيسى بإيده ويرجع تاني يكمل مع رئيس مزراء فرنسا فكان الرجل ده علم مؤثر في شخصية السادات تأثير كبير السادات ساعتها ما كانش فيه لرطي ولا تلفزيون ولا الحاجات اللي احنا بمتعودين عليها فكان مفيش غير القهوة وكان بييجي الرجل الراوي يقعد على الربابة يقعد يحكي للناس أقتال بطولات أدهم الشرقاوي وعن طب النشداد والبطولات المقصورة اللي بيحكيها فسادات يتربى فيه حب البطولة وحب البلد يبتدي يحكي عن حادث الدنشواي وإزاي قتلوا الفلاحين في حادث الدنشواي في حادث الدنشواي فيبتدي يكره الإنجليز كل ده اجتمع معاه وهو صغير هل نتكلم عن طفلة عنده ثلاثة أو أربعة سنين وخمس سنين لأنه ساد القارية دي هو عنده ست سنين في الخالق كل ده طفلة عنده أربعة وخمس سنين يمكن إحنا دلوقتي مولادنا أربعة وخمس سنين بيش زي السادات فالس حبس القرآن كله واعي بيسجل البطولات المهم انه هو يبتدي انه يتأثر بكل الفكر ده الثلاثة حاجات تأثروا فيه جدته وتربيتها وحكمتها الأدب الشعبي اللي كان بيسمعه من الراوي هناك وجو القرية جو القرية زي مرتبقوا الناس بره بتجي وساعد ماشا ومشاعد ماشا والعالم كله بيطالع من الحرب العالمية وبيقسموا البلاد إلا السادات عايش في القرية صغيرة كلها عارفين بعض كلهم عايشين في سلام ما عارفوه شنكين حاجة قوي عن العالم وبيعيش في سلام نفسي هو مميز بالنسبة لكل الأطفال لأنه هو ابن الأفاندي الوحيد المتعلق في القرية فهو بيقامل باحترام لمقام جدته ومقام ولله فالسادات في وسط الجو ده ينشأ ويمكن أنا في رأيي انه اكتملت الشخصية عند ست سنين وكل اللي جايه هو مجرد كورسات بياخدها علشان يلعب الدور اللي كان جاي فيه اللي هو العشر سنين اللي كان جايه كل حياته كان بتتجهز علشان يلعب الدور بتاع العشر سنين عدنا حوالي واحد وعشرين يوم في السارة نفتل بسلوسة من الغدل بسلوسة من العشرة بسلوسة لاني ما كانش فيه حاجة في السويس شغالة غير هو بتاع البسلوسة وأعرف ناس هتيري بقاول في حاجة هما راجعين في مش هايز اقول في المكس عاني في المدس حاجة في السبعة ستين كانوا بيموس في الزلق عشان العطش والي اسمه في الغيف تعمالي كانوا بلوق في الغيف عيش كان في شامطة اسعاف بتاع فرد طبي وعلي بقى مرق أمو عليه برش أمو عليه ودايس عليه دبابة بقى مرق أمو عليه بقى مرق أمو عليه نظروا بقى مرق أمو عليه وضعاً احيان في السعقة أصلاً بما ننوك على فيه طبور اسمه طبور تطعين مع ركة الطبور الدبية بتنزل في سوريا يعنيش في التلقاءة ببيرة فيها كل منازة وطبو حيوانات اللي هي اللي هي دبية وطبو تأكل طيبانا وإزاي تصدره وإزاي تسلوحه وإزاي تشميعه وإزاي تأكله وتأكل فار وإزاي بارك وتتعمل معه كل الحياة دبور التعايش دبور التعايش